اشتركوا في القناة في الهياء الشيخنا الشيخ البدري المدالي بإذن منه ننقي اليوم أستاذ وأخيب الله الدبتور محمد بعض من الآيات القرآنية وما تيسر لنا بشريحة بإذن الله ودرسنا اليوم إن شاء الله سوف يكون حول قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجزنة عرضها السماوات والأرض وإدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاغمين الغيظة والعافنة للناس والله في الهيئة والحسنين صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى في هذه العاية يخثنا على المبادرة والمصارع إلى مغفرته وهذا يدل على الشفاء وحنان ربنا بنا سبحانه وتعالى يرغنا إلى مبادرة إلى مغفرته التي أعدها لنا صارعوا إلى مغفرته من ربكم وجنة نصر ننخل في جنة أية جنة كأننا نسعنا الله فقال جنة أرضها السماوات والأرض حدة للمنتقين يعني أرضها مثل أرض السماء والأرض يقال أو رويا أن الله سبحانه وتعالى عندما قال الجنة تجلى لها سبحانه وتعالى فقال لها قدي أو امتدي فامتدت في فبر الف آر فلما امتدت بهذا القبر قال لها مرة سمية امتدي فامتدت بمقدار ألف سنة فقال لها امتدي فقالت يا رب إلى أي مرحلة أمتد فقال سبحانه وتعالى امتدي على سعة رحمتي فلا تزال الجنة تتصف وتمتد لأن رحمة الله ليس لها أحد هذا وقال سبحانه وتعالى قال هذا بعد هذه النقطة أرضها السماوات وعدت لمن يتقي الله سبحانه وتعالى في أعماله وفي كل معاملاته كأننا سعرنا الله سبحانه وتعالى بيّن لنا من هم المتقون يا رب فقال سبحانه وتعالى الذين يعني أنه يسك لنا سفة المتقين فقال الذين ينبقون في السراء والضراء من سفة المؤمنين هم الذين ينبقون في وقت السراء وفي وقت الضراء يعني في وقت الوصل أو في وقت اليسر وفي وقت الوصل عندما كان يعني كنت لليك ألف يورو يمكن أن تأخذ من كثير وتنبق وإندما لم يكن لليك سوى خمس يورو يمكن من خمس يورو أن تنبق منها إثنين أو على العقل يورو واحد هذا هو بالسراء والضراء أو في الوقت الذي تستألي النفس فتقول لك أنفق وفي وقت الوقت الذي تقول لك نفسك لا تنفق إن أنفقت ستقول فقير بهذا الوقت هذا هو وقت الضراء فأنت أنفق بهذا الوقت المتقين يعني الذين ينبقون في هذه آلي هذه الؙ Rex هم المتقين الذين ينبقون في السراء؟ الضراء والكاظمين الذين من صفة المؤمنين كما يقول المولى سبحانه وتعالى كزم الغيس ما رأى كزم الغيس إنما واحد من أقاربه أو من الذين تتعامل معهم بالأسواق أو بالمدارس أو بكل مكان يفعل شيء تجاهك ويجيز نفسك نفسك تغيز بهذا الوقت إنما لديك قدرة يعني تقزم الغيس ولا تظلم هذه من أكبر صفات المنتقين ولا تظلم له حتى يظهر العمر إلى المشاكرة والمشاحنة والأقدام المسلمين فالله سبحانه وتعالى يقولنا إنما نقسم غيزنا فإننا نتصف بصفات المنتقين التي يمنوها والكاظمين الغيس والعقيناء للناس الذين يعفو فالكبر والغيس لا يعفوذون في هذه الفئلة التي فئلة اتجاهها لا يقولون نصفة ننتقل في مرام العافينا للناس لماذا الله الله سبحانه وتعالى يقول والله يحب المسلمين يعني الله يحب المسلمين نسيبهم ثوابا حظيما ومن هذا السواب الجنة التي ذكرت في بداية الآية التي أرضها السماوات والأرض وعدة المنتقين هناك قصة طريفة جميلة جدا لهذه النقطة وأنا أختم بها سيدنا حسن بن عالم بن عمي طالب ربك الله عنه كان عليه عبد هذا العبد يعني أعطاه سيدنا حسين سيدنا حسن بن عالم طرس له ليزعب به ويقول لكسله لأن الحق سيدنا حسن يلللسط إلى كل مكان وهذا الفرس كان السيد للحسن يحبه وقمه شديد ويوجهه فقال لما يزعب ووصله ووضع لهم سرج صفع أصغب إلى مكان كذا فخرج البلاب وظهر بدلا من أن يوصله ذهب وتجول ودفعهم ولم يوصله حتى يعني أقرب برجلي وخرج الدم من رجل الفرس وتلطخ بالدن لكل جسد فرجع به ولم يوصله سيدنا حسن يستبدأ فقال ماذا فعلت ماذا فعلت فقال الله يا سيدنا حسن أنت كل يوم الذي يرجل جوبة شاشة وأنا اليوم أريد أن أشوف أريد أن أشوف قضبك فقال إن الشيطان هو الذي دفعك إلى هذه الفرية وأنا سوف أتمثل بخوله سبحانه وتعالى ومذكاؤه إلى الضيس وأنا لا أزهر قضبه حتى يرحب من الشيطان فقال سيدنا فقال الغلام إذن الله سبحانه وتعالى زاد الشيطان على هذا فقال ورعفنا أن دسنا أخذ من تأتي مرة وتنتخم منه فقال قد عفويت أنك أنا لا أعفز به أي شيء بجرعها للعاية فقال سيدنا فقال الغلام لكن من بهنا قال والله يحب المحسنين فقال إبهم أن تحروا لوجه الله وهذا الفرس أخذته لك بسبب هذه الفرس إذن هذه القيبية القيبية التي تطبقوا الصحابة والتعبير والصالب الصالح هذه الآيات عمليية سيدنا ل Mango سيدنا لأرحو سيدنا 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 للجدم السيد سيدنا عمليية آمليية يستحروا لعائفة سيدنا لنعرفة لتعرفة لخلق 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة cioè quando abbiamo ragione quando qualcuno ci ha fatto un torto dobbiamo controllare la nostra maglia per non seminare odio e disarmonia nella comunità e coloro che perdonano la gente coloro che perdonano gli altri quindi questa caratteristica del perdono perché Allah ama coloro che fanno del bene su questo aspetto c'è un piccolo racconto con il quale si conclude queste piccole riflessioni che concludiamo con noi relativo alla vita di Hassan il quale cadeva un cavallo al quale teneva moltissimo uno dei suoi cavalli più belli aveva un schiavo un servo e lo aveva inviato perché voleva partire prepararsi per un viaggio a lavare e aveva detto lava questo cavallo il servo che si trovava con questo cavallo che era un cavallo arabo splendido che poteva correre ha approfittato per farsi una bella forza sul cavallo invece che lavare il cavallo si è ferito e si è insanguinato allora il servo è tornato da Hassan mortificato per quello che era successo e gli ha detto oggi devo mettere la prova alla tua rabbia purtroppo è successo questo e allora Hassan Ben Ali ha fatto riferimento proprio a questo verso il cavo indina coloro che controllano la propria rabbia e ha detto Allah ha detto io vi comporterò con te come indicato in questo verso cioè controllerò la realtà delle confrute questo servo che era tutto furbo ha utilizzato questo verso e ha spinto Hassan a fare ancora di più ancora più che controllare la propria rabbia e allora gli ha detto padrone ma guarda che il verso dice anche alla fine è il naso coloro che perdono gli altri e allora Hassan ha detto allora sei perdonato non chiederò nessuna ricompensa per quello che fate al che il servo aggiunse allora il verso dice anche un vero Allah ama coloro che fanno del bene e allora Hassan gli ha detto pensando a questo verso questo verso coranico gli ha detto allora da oggi sei libero vai e questo cavallo diventa Hassan è bastato ricordarvi di questo verso perché non solo non si arrabbiasse contro chi gli ha danneggiato oggetto su pensiamo a come reagiamo noi quando magari prestiamo non lo so il nostro telefonino a un fratello che ci torna danneggiato pensiamo a cosa facciamo noi facciamo così questo è quello che facciamo noi non solo non si è arrabbiato ma ha perdonato ha liberato il servo perché gli è stato ricordato perché il servo gli ha ricordato la parola di Allah e gli ha regalato il tavolo quindi l'invito di questi versi è a sperare non solo sperare ma a correre verso una misericordia che ci è stata promessa un perdono che ci è stato promesso e a cercare di fare nostri i comportamenti con i quali Allah ha caratterizzato i mutatini in questi versi che sono quelli di fratellanza e reciproca perdono sapere donare sapere regalare sapere perdonare sapere accettare l'erroi dell'altro e di essere sempre nella vivenda di un santo è conclusivo grazie a tutti